موسيقى 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 لا صاحب بيت ضفنا اي صاحب بيت والله فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر منورنا مولانا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم كل سنوحاتك طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر يومها خيرا من أمسها وغدها خيرا من يومها آمين يا رب ثم التهنئة لإخوتنا المسيحيين في مصر لقرب حلول عيد سيدنا المسيح عليه وعلى أمه السلام بإذن الله سبحانه وتعالى العيد بقى ليلة العيدة ستبقى 6 يناير آه نعم طيب هخش في الأسئلة هل يجوز احتساب الطلاق في حالة العصبية والغضب وما إلى ذلك هو يمكن على السائل الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يخصو الطلاق الغضبان آه الفقهاء كابن القيم رحمه الله أسمو الطلاق الغضبان إلى سلاسة درجات آله الشديد جدا بحيث لا يعي ما يقول أو لا يدرك ما يقول أو خرج عن حالته الطبيعية المعتادة هذا لا يقع لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق فيه إغلاق يعني العقل والمدارك أغلقت أما المبتدئ في طلاق الغضبان إن كان يعي ما يقول يقع المرتبة التي هي الوسط قالوا إن كانت الطلقة الثالثة نحمله على أنه خرج عن طوعه وإرادته حتى نحافظ على بيوت المسلمين وإن كانت الثانية عند بعض الناس يقع لكن إحنا بنقول هنا رجاء الطريس الإنسان يعني لا ينفس عن غضبه مع زوجته بأيمان الطلاق أو بصيغ الطلاق يروح لصيغ أخرى كاليمين بالله اللي يبقى لها كفارة لكن إن شاء الله طلق الغضبان غضب شديد لا يقع لأن الله قال فإن عزموا الطلاق والغضبان لا عزيمة له عاملة زي أيمان الجائلية كده علي الطلاق لا تقعد تأكل يا عم يا لقط الطلاق بأنه يعود يأكل على فكرة الأيمانات دي كلها حتى السيدة عشرة بالعنى أفتت قالت يمين لغوة لغوة لها الضيافة اللي أنت ذكرتها بالظبط فوالله لتأكلنها والله لتشرقنها كلها دي اسمها لغو لأنها ما قصد بها حل العصمة وقصد بها الإكرام وكدها لا تقع بها أيمانات إن شاء الله ما يصحش الناس تحطها للسنة بالظبط بالظبط طيب ما حكم تجميع الصلاة مع بعضا لها شروط لا ما فيه شواجم الجامعة في الربعية فقط يعني الظهر والعصر بنسميه وقت مشترك والمغرب وإن كان السلاسرة كعات مع العشاء لأنه ده وقت مشترك فيجوز تأدية الصلاة الزهر في وقت العصر يبقى جمع تأخير أو العصر في وقت الزهر يبقى جمع تقديم يوجوز تأدية المغرب في وقت العشاء جمع تأخير أو العكس العشاء في وقت المغرب يبقى جمع تقديم لكن حضرتك إن كان في حال الإقامة يعني الحضر يبقى مع الإتمام إنما إن كان في حال الصفر يبقى مع القصر للربعية إنما المغرب لا خسرة فيها طبعا لكن الفجر لا ينضم إلى صلاة أخرى قائم بذاته ومن فاتته الفريضة بالضبط أحسن يبقى تأخذني بقى الجزئية تانية لقضاء الفوائد ممكن في حال نشاطه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة فليصليها متى ذكرها من نام عن صلاة أو نسيها يعني أعيد الحديث لأنه كنت هنسى نسيها من نام عن صلاة أو نسيها يبقى هنا فليصليها متى ذكرها ممكن بقى يصلي الصلوات بس الإمام مالك رضي الله عنه استحسن الترتيب الترتيب دي عند الإمام مالك طيب هستأذن هروح لفاصل يا مولانا ونرجع بعد الفاصل نستكمل الأسئلة بتاعة الجمهور أو بتاعة المشاهدين نرجع نكمل كلامنا بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بعد إذنكم استنون أهلا بحضراتكم مرة تانية وكل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر اللهم اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي هل لو قلتها يلغي الحقوق اللي علي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هنا الحقوق كل من أزدى إلى إنسان معروفة يعني ندرب مثال مثلا أنت معلمك الذي علمك نحق عليك يدخل فيه أيضا بر الولدين يدخل فيه صلاة الأرحام لكن لا يكتفى سيد الكريم بالدعاء هذا بدون نقل الأقدام في عيادة المرضى أو التهنئة يعني عمتك خلتك معلمك شيخك هل مجرد رسالة هاتفية وخلاص أو دعاء لابد أن تذهب إلى هناك ويمكن من باب التسامح وإحنا على أبواب عيد الميلاد المجيد لسيدنا المسيح عليه السلام شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورح يذهب لعيادة شاب مريض يهودي يحتضر كان بإمكانه أن يرسل مندوبة لك الرسول راح بنفسه نعم صلى الله عليه وسلم أكرم أمه من الرضاع سيدتنا حليمة السعدي وأعطاها يعني قدرا من الهدايا وكذا فالشاهد لا يكتفى بالدعاء لابد من نقل الأقدام وفعل ما يمكنك هدية دي كل اسمه جبر خواطر تذهب إليه تقضح حوائجه ولذلك كل دي يجمع حديث حضرتنا عليه الصلاة والسلام الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي وخير الناس أنفعهم للناس لابد أنتزل نعم سبحان الله طيب في حد برضو من الناس بيسأل أنا وأنا بتوضى هل ينفع أمسح على الشرب من الخارج ولا بالضرورة أن أنا أتبع القاعدة وأغسل رجلي كويس يعني يمينا ويسارا وأقلع الشرب خالص لا وبالنسبة للمسح على الجورب هذا يعني مباح عند جمهور الفقهاء المقيم له خمس فروض يعني مثلا لو قلنا يبتدر الفجر أو الصبح لغاية العشاء أما المسفر له إلى ثلاثة أيام قياسا على المسح على الخفين المسح على الجوارب منقول عن الصحابة رضا عنهم كانوا في أيام الشتاء القارس كانوا يلفون لفائف وعصائب على أرجلهم ويمسحون عليها طبعا ده أنا ألو عن حضرة النبي مش هيفعلوه من أنفسهم فهذا جائز لكن الإنسان طالما لا يوجد عزر يعني يمكن ده منفضله مثلا إنسان منتقل من مكان سكنه إلى مكان عمله مثلا نفر جاي من محافظات وين القاهرة ففيه مشق أن يدخل مثلا حمام عادي أو يخلع فالشرع هنا أجاز له كذلك للبواسل يعني جنود الحراسة بمختلف رتبهم في الجيش الباسل خير أجناد الأرض في الشرطة المدنية في أصحاب مهن قادل يتمكنون عفوا من خلع الجوارب اللي بالتعبير العم أو الدارج الشراب فهنا دي رخصة أنه يمسع على الجوارب من أعلى ولذلك سيدنا الإمام علي رضا العام وقال لو كان الدين يؤخذه بالرأي لقلت إن مسح أسفل الخف عشان يعني عفن القزارة أولى من مسح أعلى لكن المنقل لنا عن سيدنا نوع السلام من أعلى يبقى بنأخذ بهذه الرخصة وإن الله يحب أن تقطى رخصه كما يحب أن تقطى عزائما الله شو بقى ربنا سبحانه وتعالى بيوسرها ويسهلها على الناس إزاي نعم في سؤال من أكتر الأسئلة اللي عجبتني من يوم ما نجيت البرنامج ده وأنا أظن سؤال متعلق بفلسفة العقيدة ما معنى أن الدعاء والقدر يتصارع عنه بسم الله الرحمن الرحيم أولا إحنا أمة مسلمة قدرية قال الله في سورة الأحزاب وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَخْدُورًا وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا أَكْلَكَ شُرْبَكَ زَوَاجَكَ إِنْجَابَكَ أَجَلَكَ كل ده لا تغيير فيه في معلق فسبق في علم الله أن عبد فلان يقدر عليه كذا إلا إذا قال دعاءً أو فعل قربةً هو بقى ده يبقى القدر والدعاء يتعالجان لكن إن شاء الله القربة طبعاً مع الأخذ بالسبب بترد القضاء بس بأكد المعلق وليس المبرم ولذلك الناس فيما يتخطأ في حديث صلة الأرحام من أراد أن يؤخر له في أجله ويبارك له في رزقه فليسر رحمه وهنا مش هيبارك له في أجله أنه هو مقدر يعيش ثمانين هيعيش مئة لا هو عيش الثمانين لكن يرزق بالبركة ربنا يبنت له في عمره آه يبقى مستمتع بوقته مستمتع بحياته حتى لو بأقل القليل فهنا بقى البركة ولذلك ربنا في أية الرزق في صورة الأعراف ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ما قالش لا فتحنا عليهم أرزاق ممكن أنت يعني عفوا شخص يرزق بمال كساعي بريد يوصلوا الغيره إنما هنا إيه الانتفاع والاستمتاع هو دا المقصود يبقى هنا ربنا يبارك ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ولفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض طب إيه هو الخدر المعلق ما أنا قلت لحضرتك أي أمثلة في علم الله يعني مثلا أنت دعيت اللهم إني أعوذ بك من وعساء السفر و كآبة المنظر في المال والأهل والولد وبعدين هذا الدعاء كان في علم الله القديم الأزلي إن فيه تقدير بس معلق إن لقدر الله يحصل تعطيل معين أو حادث لما قلت هذا الدعاء إما أن يصرف الله عنك السفر و إما أن الله ينجيك من الحادث و إما أنه أصلا ينسخ هذا الحادث لأن دي بقدر الله لله يعني سبحانه و تعالى أن يمنح و يمنع قد تبال حضرتك فده معلق نفرض مثلا إنسان الوالدان دعوى له و كان مقدر عليه أن يحصل له شر في هذا اليوم و أبو قال له مثلا يمكن عفوا كده الله يسهل لك الله يحفظك الله يبرك لك ترجع سالم بيحصل و سبحان الله استجيب هذا الدعاء فمنع أنه أذا كان مكتوب إبقى ده كله صور من صور القضاء المعلق الذي بسببه شرع الإسلام الدعاء و قال ربكم ادعوني أستجب لكم و قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدعاء أموخ العبادة معايا حضرتك طيب نحن كنا دائما نقول كده جملة درجة أقولك الدعاء يغير القدر الدعاء يغير القدر الدعاء يغير القدر المعلق إنما قلت حضرتك يعني عشان حديث الأرحام يعني الإنسان لما خلاص على وشكا يولد بيرسل الله سبحانه وتعالى ملك بأمر الله بيكتب ما قدره الله من أجله و رزقه وسقي أو سعيد نسأل الله أن يرزقنا الخير يا رب خير إيه هي أفضل الأعمال في الشهر رجب و رمضان و شعبان شعبان رجب و شعبان رمضان إن شاء الله أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا يعني رمضان على خير وسلام و سبحان الله يعني المناسبات و المواسم شبه متعانقة بفضل من الله عز وجل فيعني إحنا كما قلنا بنأكد بنتقدم بخالص التهاني لإخواتنا المسيحيين كما بيقولوا الشرقين يعني الأرزوزوكس بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام بعد ذلك المسلمون هيبتدوا بقى إيه مع الرجب و شعبان و رمضان فديه فتحت مواسم لأنه كمان بيفتح مواسم الحج بعد شوال أو بداية شوال بالنسبة لهذه الأمور بيجمعها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لربكم في أيام دهركم لا نفحات ألا فتعرضوا لها طبعا حضرتك ده أيام مفضلة وأي ما نقدرش نخصص قربة من دون إخرى يعني رجب لك أن تصنفي لك أن تتصدق شعبان في ليلة النص من شعبان درجة المصريون مؤخرا بالذات على الاحتفاء والاحتفال بمعجزة الإسراء والمعراك في 27 من راجب عندنا مثلا شهر شعبان ابتدى بيكون التمهيد لشهر رمضان أما شهر رمضان طبعا ده كله كوكتيل تشكيلة عظيمة جدا من الطاعات سواء الوجدانية سواء الجسدية أو البدنية يعني أو المالية فالقربات يعني شوف ربنا بيقول إيه فاستبقوا الخيرات وسيرعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أنا أنبه بقى القربات بإيه بشيء مهم أول حاجة إن الشعب المصري ده شعب محفوظ أنا مش بقولها مجاملة والله لا أعرف للمجاملة ولا النفاق لكن لا تعالى الإنسان يقول لي غلاء أسعار أو احتكار هذا شعب لن يجوع ولن يعطش ولسه ربنا ضرب لنا كرامة في أحداث 2011 الناس استيقظت وجدت الفول والطعمية والعيش والخبز والفواكه ما عانى المصريون لا في 2011 ولا في 30 يونيو أي ضائقة في الألشاء الضرورية سبحانه ربي عز وجل يمكن دي بركة دعا سيدنا يوسف عليه السلام بوحي الله أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين يعني الآن الحمد لله صحيح أننا بنانع على اللي بيرفع الأسعار ورساله السلام يقول اللهم من رفق بأمتي فارفق به ومن شق على أمتي فاشقق عليه الجالب مرزوق والمحتكر ملعون من احتكر على الناس طعامهم وأقواتهم ضربه الله بالجذام والإفلاس مع ذلك بفضل الله بتجد الأسواق رائجة هيقول لي فيه تضخم فيه أرزق أخرى يعني أشياء مش بتقديرك هو بتقدير إن الله هو الرذق ذو القوة المتين فسبحان الله العلي العظيم الناس بتأكل وبتشرب وبتلبس كلنا من الزمان على فكر يعني أنا أذكر لك وأنا طالب أنا عصرت حرب سبعة وستين والحمد لله برضو كنا نأكل ونشرب وعصرت حرب ألف تسعمائة تلاتة وسبعين وخالي كان شقيق والدتي كان ضابط في القوات المسلحة وكان أخي أيضا في القوات المسلحة ما وجدنا فالحمد لله أصدق لك أن بشر الناس وأنا بحذر اللي بيرواجه إشعاته ويعملوا اليأس والقنوط إنه ليأس ونرح الله إلى القوم الكفرون لكن نقول اللهم خفف عنا الغلاء واصرف عنا الوباء واللهم لا تمنع عن مصر قوتا ولا تحجب عنها ماءا واجعل لنا بركة في معيشتنا يا رب العالمين أمين يا رب العالمين مولانا نورت وشرفت ويعني زتنا الحقيقة يعني كما عتدنا شكرا لولا كل الشكر لمولانا فضيلة أرشيخ الدكتور أحمد كريم وستدفق المقارن بجرامعة الأزهر أنا عجبتني جملة لطيفة جدا سمعتها من كم يوم كده إحنا ما بندفعش الصدقة عشان معانا فلوس لا إحنا بندفع عشان عايزين فلوس إدفع الصدقة يقوم ربنا يزيدك فهو يخلفه فهو يخلفه صدقات وإطعام الطعام شوف بقى دي عند ربنا عاملة إزاي وفي هذه الأيام بالذات نعم شدوا حلكم من هنا لحد نهاية شهر رمضان إن شاء الله وشوف البركة والخير والرزق اللي هيعم عليك وعاك كل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لحد كده هتخلص الحلقة ثواني يكون موجود معنا حالا كريم رمزي وبرنامجه رقم عشر رجائي رمزي رجائي خلي بالكم رجائي مش أخو كريم بس هما إخواته حبايب برضو يعني باين حتى من الهيئة هتلاقي رجائي ما شاء الله أطول وحد فينا ربنا يديله الصح يا رب رجائي رمزي زميل العزيز يكون موجود معاكم حالا ورقم عشرة أما إحنا فلو كلنا العمر نقابلكم بكرا إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات